المسيح 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 واحدة من الأشياء التي تسأل لماذا لا يوجد أكثر بالعهد الجديد المسيح بقول أنه هو الله أو الإشارة إليه بكلمة الله هناك كفاية إشارة إليه أنه هو الله كرسيك يا الله إلى دهر الدهور كاملا فوق الكل الله في البداية كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة المتجسد الله ففي كتير آية تحكي على المسيح بس مش كتير تعرف لي لأنه كلمة الله تلوثت كانت هداك لوقت ملوثة في أديان كتير بيستخدموا كلمة الله بس بيعرفوه بطرق مختلفة زي ما اليوم تستخدم كلمة الله كتير بس لكن وصف هذا الإله مش تماما دقيق بمعنى آخر صار فيه سوء فهم لمن هو الله يعني صار فيه تلوث بدافعوا عنه بيقتلوا من أجله بيحلفوا فيه كأنه الإشي يعني سهل يعني بدون فهم من هو هذا الإله بزعب فشو بيعمل الكتاب موقعدة حتى يعالج هاي المشكلة مشكلة التلوث الكلمة هاي بيركز على أعماله كلامه يعني بمعنى لو الكتاب موقعدة بجاوبة السؤال لو كان الله ظهر أمامنا وجلس معنا كيف بتصرف كيف يكون شكله زي ما شفنا الآيات قبل شوي من فليبي أخلى نفسه أخدا صورة عبد صائر نفسه بالناس إلى خير بحكي لنا وصف كيف بيكون هذا الإله بحكي لنا عن تواضعه بحكي لنا عن عجائبه بحكي لنا عن شفاءه عن إقامته للموتة بحكي لنا عن كلامه بحكي بسلطان بيتحدى كل الأنبياء بحكي لنا بوصفنا هالإله يعني فعلا وصف دقيق يتناسب مع إله متجسد الله ظهر في الجسد اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة